موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة المجر لبحث آخر تطورات الأوضاع في القضايا الدولية والإقليمية ويناقش الجانبان عددا من تطورات المشهد العالمي خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان الهدنة الإنسانية صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة افتراضيا إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع استكمال إطلاق المرحلة الثانية للمنصة من أجل ربطها بكفة الجهات المعنية مؤشرا إلى أهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة التقى وزير خارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا والأمين العام لجامعة الدول العربية بمدينة برشلون الإسبانية مع وزير خارجية إسبانيا على همش المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي ينعقد لمناقش التطورات الأوضاع في قطاع غزة صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزراء الخارجية أكدوا على الرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القصري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية والانخراط بجدية في مصار سياسي يقوم على حل الدولتين فضلا عن رفضهم التام لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وسفير مصر لدى بلجيكا لبحث سبل دعم أهالي غزة وإصال المساعدات الطبية والإغاثية لهم وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة واستعرض وزير الصحة خطة الوزارة لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للجرحة والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين بداية من استقبالهم وتقييم حالتهم الصحية ونقلهم إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة ووصولا إلى التدخلات الجراحية الضقيقة التي تم إجراؤها للحالات الحارجة منهم إلى جانب خدمات الدعم النفسي للمصابين ومرافقهم